السلام عليكم ولا سهلا بكم فيديو جديد لو حابب اللي انت تحافظ على خصيتك وعايز اللي انت تخفي موقعك على جهاز الايفون وانت بتستخدم مثلا الواتساب او سناب شات وحابب اللي انت تخفي الموقع دوت وما حدش يعرف موقعك الحقيق من خلال الفيديو بتاع النهاردة هشرح لك طريقة سهلة جدا بنقرأ واحدة بس هتقدر اللي انت تغير موقعك في جهاز الايفون لأي مكان في العالم وبدون الحاجة لعمل جلي بريك على جهاز الايفون قبل ما نبدأ الفيديو هنصلي على سيدنا محمد اللي هنصلي وسلم مبارك على سيدنا محمد دلوقتي انا موجود في مصر او زي ما انتم شايفين موقع على الخريطة في مصر لو حبيت اللي انا اغير موقعي دوت هدخل كدوات على وعملت بحس كدوات عن تطبيقات لتغيير الموقع هتظهر لك التطبيقات ديات وفي الغالب التطبيقات ديات مش بتغير لك الموقع بتاعك بالشكل حي يعني لو دخلت مسلا على الفيسبوك او على تطبيق الواتسب وحبيت اللي انت ترسل موقعك دوت هترسل الموقع بتاعك الحقيق وانت كدو مغيرتش موقعك على الايفون عشان تقدر اللي انت تغير موقعك على الايفون هيبقى من خلال برنامج ألتفون اي او اس لوكيشن هسيب لكم رابط تحميل البرنامج تحت الفيديو في الوصف احنا ليه في الفيديو بتاع النرد اخترنا بزيء برنامج اي او اس لوكيشن عشان البرنامج دوت بيغير لك موقعك في الايفون بشكل حقيقي يعني انت مثلا بتلعب لعبة زي لعبة البوكمون وحبيت ان انت تغير موقعك او تتحرك وانت موجود في مكانك هتقدر من خلال البرنامج دوت او كمان لو انت على تطبيقات التواصل الاجتماعي الفيسبوك او الواتساب او سناب شات وبعدت موقعك لأي حد من الاصدقائك او من الاشخاص هيبعت الموقع اللي انت حددته في البرنامج يعني الموقع الوهمي مش الموقع الحقيقي بتاعك وبكده هتقدر اللي انت تحافظ على الخصية بتاعتك ومحدش هيعرف موقعك الحقيقي كل اللي عليك اللي انت هتروح على الرابط زي ما قلت لك اللي موجود تحت الفيديو فلسف وتبدأ اللي انت تدوس على تنزيل مجاني وتحمل البرنامج وتثبته عندك على جهاز الكمبيوتر بعد ما هتحمل البرنامج وتثبته عندك على جهاز الكمبيوتر هيظهر معك بالشكل دوت لو انت عايز صغير موقعك هتختار اول واحدة دقيقة وبعد كده هتدوس على دخول هيتلب منك هنا البرنامج اللي انت توصل جهاز الايفون بالكمبيوتر عن طريق كابل اليو اس بي او عن طريق شبكة الواي فاي ولكن لازم يكون جهاز الكمبيوتر وجهاز الايفون متصلين بنفس شبكة الواي فاي انا دلوقتي هوصل جهاز الايفون بالكمبيوتر عن طريق كابل اليو اس بي بالشكل دوت انت لو عايز توصل جهازك الايفون او جهاز الاندرويد عن طريق شبكة الواي فاي كل اللي عليك اللي انت تتأكد ان شبكة الواي فاي اللي انت متصل بها على جهاز الايفون هي نفسها اللي انت متصل بها على جهاز الكمبيوتر بعد ما وصلنا كده جهاز الايفون او جهاز الاندرويد بالكمبيوتر هيزر معك دوت او حينور الجهاز بالشكل دوت وهيكتب لك اسم جهازك كده وبعد كده حتدوس على التالي هيطلب منك هنا البرنامج الخطوات ديات اللي انت تفعل نمط المطور على جهاز الايفون هندخل كده على الاعدادات بعد ما ندخل على الاعدادات هننزل تحت نوت وندخل على الخصوصية والامان بعدين هننزل في الاخر خالص هتلاقي عندك نمط المطور هتدخل عليها بالشكل دوت هتلاقي مغلقة هتفعل هتظهلك الرسالة ديه تقعادة تشغيل الايفون هتدوس على عادة تشغيل وهتستنى كده ان جهازك الايفون يفتح معك من جديد بعد ما يفتح معك جهازك الايفون بالشكل دوت هتظهلك الرسالة ديه تحدوس على تشغيل بعدين تدخل رمز الدخول بتاع جهازك الايفون وبكده انت فعلت نمط المطور على جهاز الايفون لما هترجع مرة تانية على البرنامج هتلاقي برضو رجعك على الخطوة الاولانية دي هتظهر لك كده جهاز الايفون او جهاز الاندرويد هتدوس على التالي بعد كده هيبدأ انه هو يتعرف على جهاز الايفون وهيطلب منك اللي انت هتفصل جهاز الايفون وتوصله مرة تانية بالكمبيوتر وهتستنى شوية وهيبدأ البرنامج انه هو يتعرف على جهاز الايفون وهيفتح معك الخريطة بالشكل دوت تقدر لانت تكبر البرنامج من هنا وتزغر كده الخريطة وتختار اي مكان موجود في العالم هنختار كدهوات من الخريطة اي مكان هنزغر كده الخريطة بس عشان تظهر معنا كل الدول بالشكل دوت بعد كده نختار اي مكان او نحدد اي مكان على الخريطة مثلا نختاره للهات المتحدة هندوس دوسك دوت على المكان اللي احنا اخترناه تقدر بقى تكبر الخريطة بالشكل دوت وتختار المكان بالتحديد او لو عندك احداثيات تقدر لانت تدخل الاحداثيات ان هو تدوس على بحث. انا اختار مثلا كدوات الولايات المتحدة الامريكية. بعد كده هندوس على يبدأ في التعديل. هتظهلك الرسالة ديت هتدوس على استمرار. وهيبدأ كده ان هو يغير موقعك الى المكان اللي انت حددته على البرنامج. ودلوقتي كده هتلاقي موقعك تغير بشكل حقيقي. لو رحنا كدوات على جهاز الايفون ودوسنا على تحديد الموقع. هتلاقي موقع ايه نوات تغير الى الولايات المتحدة الامريكية. انا موجود في مصر دلوقتي الموقعية تغير الى الولايات المتحدة الامريكية. ولو حبيت اللي انا بعت موقع دوت لأي حد من الاصدقاء على الفيسبوك او على واتساب هيظهر الموقع اللي انا في الولايات المتحدة الامريكية مش هيظهر الموقع الحقيق. وكمان تقدر اللي انت تبعت موقعك بشكل مباشر. كل اللي عليك دلوقتي اللي انت تختار ليه تحديد نقطتين. بعد كده تكبر النقطة ديت او تكبر الموقع اللي انت موجود فيه تكبر الخريطة بالشكل دوت وتحدد مصار مسلا اللي انت بتنتقل من المكان دوت رايح للمكان دوت كل اللي عليك اللي انت حتدوس دوسها كده على البرنامج بعد كده هتختار ملينا السرعة انت ماشي او راكب دراجة او راكب سيارة نبدأ اللي احنا نختار السرعة من هنا كده هنخليها مسلا وسط بعد كده هندوس على يبدأ في التحرك هتزهلك الرسالة دي هتحدوس على استمرار هيبدأ ان هو يرسم لك كده المصار دوت وانت دلوقتي بتتحرك رايح من المكان دوت رايح للمكان اللي انت حددته زي ما انتوا شايفين كدوت موقعك هيبدأ ان هو يتحرك بشكل فعلي لو رجعنا مرة تانية على جاز الايفون وعملنا تحديد الموقع هتلاقي ان انت موقعك بيتحرك اوات او بيتغير الموقع بتاعك يبدأ ان هو يتحرك من المكان اللي انت متوجد فيه للمكان اللي انت حددته على البرنامج وهيبدأ ان هو يتبع المصار اللي انت رسمته ونوط على البرنامج زي ما انتم شايفين موقعنا بيتحرك اهوت بنفس السرعة اللي احنا اخترناه وبالشكل دوت تقدر اللي انت تبعت موقعك بشكل مباشر على الواتساب حد مسلا نقول لك بعت لي بتاعك او بعت لي موقعك مباشر هيظهر له الموقع اللي انت بتتحرك او رايح من مكان لمكان تاني وفي الولايات المتحدة الامريكية او اي دولة انت تختارها على البرنامج وتقدر في اي وقت اللي انت تعمل توقف عن المسار دوت كل اللي عليك اللي انت حتدوس على كيف تظهر لك الرسالة جاية حتدوس على نعم وهيقف عند المكان اللي انت دوست عنده كيف تقدر اللي انت تغير موقعك كل شوية على البرنامج لاي دولة هتختار من الوات ترجع مرة تانية على تغيير الموقع جاية وتبدأ تختار دولة تانية مسلا اختار المرة جي فرنسا هتبدأ اللي انت تدوس دوسك دوات على المكان اللي انت عايز تغير في موقعك وبعد كده هتدوس على ابدأ في التعديل تظهر لك الرسالة مرة تانية هتدوس على استمرار وبكده انت موقعك تغير لفرنسا. يعني انت اصلا موجود مسلا في مصر غيرت موقعك الى الولايات المتحدة ودلوقتي غيرت موقعك الى فرنسا. لو عملنا كدوة تحديد الموقع هتلاقي كدوة ان انت موقعك تغير دلوقتي وروحت الى فرنسا. زي ما انتم شايفين احنا موقعنا دلوقتي في فرنسا. وزي ما قلت لك تقدر برضو اللي انت تبعت موقعك دوت لاي حد على الفيسبوك على الواتساب على سناب شات. وهيظهر الموقع دوت اللي انت موجود في فرنسا في الولايات المتحدة وبشكل حقيقي. مش هيظهر موقعك الحقيقي او موقعك الافتراضي اللي انت موجود فيه. وبكده يبقى انت قدرت اللي انت تحافظ على خصوصيتك وما تبعتش موقعك الحقيقي لاي حد. زي ما شفتو كده بخطوات سهلة جدا وبسيطة. وهتقدر ان انت تستخدم البرنامج دوت في كزا حاجة. يعني مسا انت لو بتستخدمه في الفيسبوك او الواتساب او بداخل لعبة تقدر كمان بداخل الالعاب تستخدم البرنامج دوت وتتغير موقعك. برنامج سهل جدا في الاستخدام زي ما شفتو بنقرأ واحدة بس قدرنا اللي احنا نغير موقعنا لاي مكان في العالم. حاسب لكم رابط تحميل البرنامج تحت الفيديو فلوس. وكمان حاسب لكم كوبون خصم التلاتين في المية لو حبيتوا اللي انتو تشتركوا في البرنامج. اتمنى اللي انت تكون استفدت من الفيديو عجوة. ومن تنساش اللي انت تدعمنا بلايك وتشترك في القناة. وشكرا لكم اشوفكم الفيديو الجاي.